لو قررنا أنه نعد قائمة بأكثر التصرفات يلي ممكن تزعج الأهل من أطفالهم بيأتي الأنين والزن بالمراتب الأولى ولما ناقشت هذا الموضوع وهذا السلوك بالتحديد معنا اليوم بالاستوديو الدكتورة سمراء منصور الطبيب النفسي ومتخصصة بالطب النفسي للأطفال والمراهقين دكتورة سمراء مساء الخير يعني الزن والأنيين منشوفه عند أغلب الأطفال باعتقادك شو الشي اللي بيدفعن لهيك سلوك طيب لو بتسمحيلي أنا حاس عليك سؤال فضل كيف ستطلبيها حنق حتروح للمدير كل شهر حتروح للمدير وتقولي له أنا أحتاج علاوة صح قليك لا حاجرب مرة أحاول مرة أخرى حتحاولي مرة أخرى قليك لا نفس الشي عند الأطفال طيب إيش الفرق إحنا كبالغين الزن وهذا سلوك طبيعي صح من ناحية النمو والمفروض تكون مقبولة إحنا كبالغين إيش اللي بنعمله أحد قليل لأ حبدأ أسأل مرة تانية بعد كده حبدأ هتبدا تقولي له أنا حطى ساعات كتير أنا ممكن أحط ساعات أكتر أنا دخلت مثلا الأشياء هذي وتبدأ تحط المميزات اللي أنت عملتها إذا قال بصدو لأ بالنهاية عندنا القدرة كبالغين إنه خيبة الأمل هذي إنه أقبلها صح الأطفال ما عندهم القدرة هذي هذي القدرة ليهما هي موجودة عندها يعني ما عندهم الصبر ما عندهم الصبر واحد ما عندهم القدرة اللغوية ما فينا قولوا إنهم طيب ممكن لو سمحت يا ماما الحلاوة هذي طب أخدها بعد ساعتين هذي القدرة غير موجودة لأنه ما عندهم اللغة اثنين القدرة على تحمل خيبة الأمل برضو ما هم موجودة عشان كده معظم الأطفال يلجأوا الموضوع الزن ماما قالت لا تبديني ثاني تبديني ثاني تبديني ثاني صح الشغلة الثانية إيش اللي بيصير للأهالي لما الطفل يزن 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 إيش بيعملو بحق بو أكيد واحد أو بيعطوهم بيعطوهم عشان يخلصوا إي صح يخلصوا سو لو أنا أعطيت علشان أخلص إيش علمت الطفل إنه يزن يضلوا يزن لا يحصل على اللي يبدو فأنا السلوك موجود بس أنا اللي خليت السلوك يستمر كشخص بالغ لما انخليت الطفل أو أعطيته كل ما زن وزاد الزن أقوم أنا أعطيه اللي هو يبغاه وعشان كده بيستمر معا طيب دكتورة سامرة بس خلينا نرجع لأول نقطة اللي هي العقاب اللي ذكرتها بالأول أغلب الأهالي بيعقبوا أطفالهم لما يزنوا لما يصير فيه نق وأنين سو باعتقادك هل هالشي ممكن ينقلب سلبا على الطفل أو حتى على الأهل جدا للطفل بيزن ويزن أو حكاية البوكا والزعي بتحصل ليش لأنه أنا أبغى شيء معين وإنتوا ما نفستو لي قمت أنا إيش عملت بكيت وبدأت زن صح الأهل إيش اللي بيحصل معاهم أنا أبغى الطفلي يوقف زن أبغى يبطل النكد هذا قمت إيش عملت رحت عصمته فالسلوك حق الطفل هو بالضبط سلوك البالغ عشان أنا ما كدت أحصل على التصرف اللي أنا أبغى من الطفلي قمت على الصب عليه فأنتي عندك شخص بالغ وعندك الطفل الاثنان بالصب بيسووا نفس الشيء فأنا فشلت إنه أعطي طفلي أو أعلمه طريقة كيف يتعامل مع الزن وفي نفس الوقت كررت سلوك الطفل فعادة أن الزعيق والضرب والأشياء هاري عمرها ما بتفيد الأطفال أنت دكتورة سامرة قلتي لي تحت الهوى أنه أنت عندك بنتين الله يخلي لك ياهم وأتي يزنوا عليك هل مرات بتلجأ إلى العقاب يعني غصبا عنك لأنه كمان الإنسان فيه طبيعة العصبية ثم مرات الأهل بيطلعوا عن طورهم يعني ببعض الأوقات فهل أنت بتمرئ بهذا الشيء بنفسك معظم الأحيان معظم الأحيان زي ما قلت بأحاول اللي هو ما نتجاوب مع موضوع الزن واحدة من الشيء دائما نعمل لما يبدأ الزن لا أخليه يستمر أول شغلة بدي أسويها يعني مثلا لو أنا على التليفون أجد شادن ماما ماما وأنا على التليفون طيب واحدة من التكنيك التي المفروض يعملها أنه لحظة طيب وأعمل معها تواصل بصري لأنه ساعتها أدتها الأتنشن أنه أنا معك على الخط أنا شوف تك عطيني 5 مينت لكن لما أنا أتجاهل الطفل تماما أبدأ الزن يزيد هي تتنكد وأنا أتنكد وبعد كده تلاقيني وقفت التليفون وعصب فإحنا اللي بنعمله نعطي الطفل الأتنشن هذا هل يجي أحيانا أنه مثلا ممكن أعصب يجي أحيانا أنه ممكن الواحد يعصب بسي ما قلت إليك برضو قبل كده لو أنا 80% ل60% بسوي السلوك الصحيح مع طفلي العشرين والثلاثين في المية هذه إحنا كبشر إلا ما تطلع مننا دكتورة سامراء بدي منك نصائح سريعة وفعالة للأهل ليساعدوا أولادهم أنهم يخففوا من هالسلوك نصيحة الأولى دائما أوجهها للأهل ما أقدر أفرق غضبي على الطفل بأنكت عشان أنا أضايق ما أقدر أنا أزاعق أو أخاصم الطفل فدايما أقول للأهالي أخذوا خطوة على الوراء إحنا المفروض ما نعصب لنا إحنا بنرب الطفل وبنعلمه اتنين حطي نفسك مكان الطفل أنا متضايق وأنا زعلان وواحد من الشيال اللي لازم نعملها فلان أنا عارفة أنه أنت زعلان السلوك ما أتجاهله تماما طيب أعطيله الأتنشن اللي هو مثلا سمعتك يا فلان بس ما رح ناخدها هذا أتنشن بس بنفس الوقت ما أنفس طلبات الطفل لمن هو بدأ إزن أربعة بعد كده ممكن ندخل في مرحلة التجاهل لهذا السلوك هذه كده الأشياء السريعة خمسة أكشل والأهم أعطيله البديل بدل ما يزن أخليه أعطيله وسائل أنت كيف تعبر عن غضبك أو كيف تعبر عن أنت لتبعى بكلمات بسيطة يوصل إياها شكرا لأليك دكتورة سامرة يا هلا سأتي